الرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش يجيب في مجلس النواب على مختلف التساؤلات المتعلقة بالسياسة الصحية للبلاد ومن أولويات إصلاح المنظومة الصحية تنزيل ورش الحماية الاجتماعية في هذا السياق وسعياً لتدارك النقص الحاصل في الموارد البشرية بقطاع الصحة والذي يعد من أبرز تحديات القطاع قال عزيز أخنوش إن الحكومة وضعت مخططاً طموحاً للرفع من عدد الطلبة في المهن الطبية مخطط يبدأ تفعيله انطلاقاً من الموسم الدراسي المقبل ويعتمد على الرفع من أعداد المقاعد البداغوجية المفتوحة في وجه الطلبة في كل من كليات الطب والصيدلة وكليات طب الأسنان بنسبة 20% ومضاعفتها تدريجياً بالإضافة إلى مضاعفة أعداد خريجي مدارس التمريد ثم تجاوز النقص المزمن في عدد من التخصصات والمهن الصحية فانخيرات بلدنا في المشروع المجتمعي الدخم للحماية الاجتماعية بات يفرض علينا أكثر من أي وقت مضى إصلاحاً شاملاً وعميقاً للمنظومة الصحية لمواكبة هذا الفرش الملكي وتقديم خدمة عمومية صحية تستجيب لانتظارات المغاربة حيث أن التأمين الصحي سيولد زيادة في الطلب على الخدمة الصحية ومن تم وجب الاستعداد لتعزيز خدمة الصحة العمومية وهو ما يمكن معه القول بشكل واضح وصريح أن إصلاح الصحة شرط أساسي لإنجاح تعميم التغطية الصحية من جهة أخرى ولتطوير البنيات الصحية من المرتقب أن تعمل الحكومة على تشهيد مركز استشفائي جامعي بكل جهة ليكون قاطرة المجموعات الصحية الجهوية حيث سيتم تأهيل 1400 مركز صحي للقرب في غضون الثمانية عشر شهر المقبلة كما تعتزم الحكومة رقمنة المنظومة الصحية وربطها بالنظام المعلومتي للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي قصد إحداث نظام البطاقة الصحية الرقمية التي تمكن من تتبع مصار علاج المريض من جانب آخر وتعزيزا لحكامة السياسة الدوائية بالمملكة تطمح الحكومة إلى إحداث الوكالة الوطنية للأدوية والمنتجات الصحية التي ستعمل على تنسيق عملية تطوير السياسة الصيدلانية الوطنية ذلك أن الضمان الاستقلال والسياسة الدوائية لبلادنا هو تكريس للأمن الصحي ومن مقومات الولوج العادل إلى الدوائي والعلاج ما سيمكن المواطنين والمواطنات من الحصول على الأدوية الأساسية بأتمنة ملائمة من خلال دعم الإنتاج الوطني من الأدوية ودعم تصنيع الأدوية الجنيسة لجينيريك بغية تحقيق سيادة سيادة دوائية فعلية وفي سياق تعزيز السيادة الصحية أشار أخ نوش إلى الانخراط القوي للحكومة تحت قيادة الملك محمد السادس الذي أطلق أشغال إنجاز مصنع لتصنيع اللقاحات المضادة لكوفيد تسعة عشر ولقاحات أخرى وهو ما سيساهم في تعزيز السيادة اللقاحية للمملكة وتوفير عدد من اللقاحات للقارة الإفريقية من جانب آخر ذكر أخ نوش أن الحكومة ستعمل على إحداث الوكالة المغربية للدم في أقرب الآجال هذه الوكالة ستتولى مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتوفير الدم ومشتقاته تتولى هذه الوكالة إن شاء الله مهمة إعداد وتنفيذ استراتيجية وطنية لتوفير الدم ومشتقاته إضافة إلى صلاحية التخيص لإحداث مخازل الدم داخل المؤسسات الاستشفائية للمجموعات الصحية الجيوية وإحداث وتطوير الأنشطات الشخصية والعلاجية والصهر على تطبيق القواعد المتعلقة باليقدة عند جمع الدم من المتبرعين وتعمل الحكومة على إعداد تصور جديد ومتكامل لتأهيل المنظومة الصحية الوطنية برنامج يستند على ثلاث مرتكزات أساسية تتمثل في اعتماد حكامة جيدة بالقطاع وتثمين الموارد البشرية وتأهيل البنيات التحتية عبر تدعيم البعض الجهوي تحسينا للعرض الطبي لفائدة المواطنين